دراسة عشرين في المية من سكان نمسا يرفضون التعليم ويصدقون الاخبار الخاطئة. الى اي مدى ينعكس هذا الخبر على ما تعاني منه انفقرات? هلا خلينا ناخد الخبر من بدايته بوثينا قبل ما ندخل بسؤال الخاص. اه لما بقلك دراسة عشرين في المية من سكان نمسا يرفضون التعليم وصدقون الاخبار الكاذبة. اشارت سيسيولوجية اه سيلفا اكريتس اه يونجر على ان واحدة من كل خمسة من اشخاص اه اشخاص في النمسا يقام التعليم والمعلومات الموثوقة وذلك من خلال مناقشة في فيننا. حصلات واوضحت اه ان هؤلاء الافراد غالبا ما يتلقون معلومات خاطئة من وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. يعني لحظة بوثينا اه انا ارى هذا الرقم يفترض يكون اكبر من ذلك على مستوى اه من سكان نمسا نقول لك واحد يعني عشرين بالمية. انا ارى هذا الرقم بصراحة اليوم يصل الى خمسين بالمئة. بيقول لك يسقوا بالمعلومات اللي بيحصلوا عليها من اي مصدر. ويشككوا ويطعنوا باي خبر رسمي. يعني مسلا من مبدأ معاقبة السلطة. اي خبر بيصدر عن صحيفة رسمية. عن اي مسلا مؤسسة اه معروفة. عن اي جهة حكومية. خلاص. هذا كاذب. هذا خاطئ. هذا غير صحيح. هذا في مشكلة. هذا اه هذا هذا مسلا في عليه كتير مسلا من آآ من علامات الاستفهام. هذا انا ما فيني ااخد فيه. فبالتالي فبالتالي آآ بصراحة آآ آآ لانه اليوم دخل موضوع السوشال ميديا ايضا هو خارج التنظيم. ايضا بطريقة غير مسؤولة. يعني اليوم بوثينا بصراحة اي شخص بيقدر يحمل تليفونه ويطلع يحكي وينزل اخبار وينشر ويعمل مجموعات ويعمل مجتمعات. ان كان على الفيس ان كان على التيك توك ان كان باي مكان بيقدر انه يعمل لنفسه شو. نعم. يعني انا شايفة دلوقتي الناس بتعتمد بشكل كبير جدا على الاخبار اللي جاية من وسائل التواصل الابتماع وليس من وسائل اللي هي غير رسمية. اللي هي غير رسمية دماما. هلأ نيجي على الشق الثاني من سؤالك. نعم. تمام. التي شو انعكاسه على انفو جرات هذا الكلام. نحنا فعلا نحنا اللي بنعاني فيه بانفو جرات بوسينا انه بتلاقي كتير ناس بتقلك انه الخبر اللي انتو بتنقلوه او بتنزلوه خبر غير موثوق. خبر كاذب. خبر غير صحيح. بس لانه نحنا منستند باخبارنا. يعني لحظة احنا سمانين بالمئة من الاخبار المنشورة عن نمسا ميديا بوسينا. مأخوذة من وكالة الانباء النمساوية. نحنا طبيعي انه ناخد الاخبار من وكالة انباء النمساوية. بجانب بعض الصحف المرموقة اللي بتنقل الاخبار. فبالتالي بتلاقي الاشخاص بيصير عندهم مشكلة انه ليش انتو بتنقلوا هالاخبار? ليش بتعاملوا معها? ليش بتقولوا سوري عمل? ليش بتقولوا مصري ما بعرف شو ساوا? ليش بتقولوا عراقي كذا? ليش بتقولوا فلسطيني كذا? طب يا حبي الاخبار هيك بتقول. والواقع هيك بيقول. بالناس بدي مين يتضحك عليها بوسينا اليوم. انت كل ما كان عندك قدرة على انك تضحكي على الناس. تخدريهم. تشوهي الحقائق. اه 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 اتعايشيهم باحلام وامور غير موجودة بيحبوكي. كل ما بتحكي له الحقيقة. كل ما بتشرحي لهم الواقع. كل ما بتحاولي تكوني معهم منطقية وموضوعية بيكرهوكي. ما بدي اينا بدنا بدنا حدا يضحك علينا. اليوم الناس مع الاسف الشديد. وهاي حالة انا ما فيني اقول الحق معهم او الحق مو معهم. اليوم بوسينا الحالة العامة. حالة الاحباط المسيطرة. في حالة استنقار. جعوزين يسمعوا الحقيقة. مئة بالمئة. ليش? هن الحق معهم. بتعرفي ليش? لانه صار عندهم نقمة على الحقيقة. نقمة على صانع السياسة. الحق معهم. انا ما في نقول لك الحق مو معهم بصراحة. حتى اللي عم بسمعني. يعني في ناس الحق معها تكره اه الحق معها تكره اه في ناس معها الحق انه تقول نحنا اه اخبارنا اه يعني بصراحة مستفزة. اه الحق معنا يقول له الخبار مستفزة. هذا مو سنبنا بوسينا. هذا مو سينا. المناخ العام الجو العام هيك شكله. بس نحن ما فينا نيجي نقول لهم بكرة في خمسة آلاف يورو رح تاخدوها ما بعرف من وين بعد بكرة في مساعدة مدري من وين اليوم فيه اليوم الحياة سعيدة وما فيه مشاكل والسوريين كله الأبطال والمصريين كله العظماء والمبرج هيك الناس بده بس هذا ما احنا ما فينا نقوله ما فينا نعمله لأنه احنا بالتالي بنكون من للخبر الصحيح فبالتالي فعليا اليوم مع الأسف الشديد اليوم تصديق الوهم يفوق بكثيرا تصديق الحقيقة وهذا كلما شو بسينا توجهنا باتجاه الشرق باتجاه بلادنا يعني باتجاه العالم العربي بتلاقي صراحة الخرافات هي التي هي تنتصر بتطلع لك القناة الفلانية بقولولك غزة حررت الفلسطينيين أبطال كذا مع انه لتعن أبوهم وخمسين ألف شهيد وقتيل والبلد صارت كلها طاعة الأرض وفيه مين بيجي بقولك نحنا منتصرون وبيجي ناس بتصدقهم طب كيف صدقتوهم بقولك خلص الجهة الفلانية حكت هيك كذا خلص وعلى ذلك قيسي يعني برأيك الناس تعتمد أكتر على إيه بالظبط على وسائل على الوهم بوثينا تعتمد على إيه تمام سؤالك جميل جدا بوثينا أنه إزاي عدد عدد مصادر معلوماتك نوع مصادر معلوماتك يعني عندما تأتي لك معلومة من سين من الناس أحدهم إنفو جرات تحقق منها من مصدر آخر في حال شككت فيها في حال رأيت أنها غير صحيحة تحقق من المعلومة من عدة مصادر كلما نوعت مصادر معلوماتك أنت في السليم أنت في الصحيح على الأقل للحد الأكبر وكلما ضيقت وحصرت نفسك في مصدر معلومات واحد اضعب شوية أنت تأكد أنك سيضحك عليك اضعب شوية ودور على الحقيقة مئة بالمئة